الفاشي نيستا ظاهرة انتشرت يراها البعض أنها سلبية فيما يراها البعض الآخر أنها واقع فرض نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجتمع الكويتي حتى أصبحت تلقى رواجا لدى الجمهور عريضة ابتسام رمال تناولت القضية في هذا التقرير الفاشي نيستا لم تعد ظاهرة غريبة في المجتمع بل أصبحت شائعة في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي هي قضية يصلط الراي الضوء عليها في ظل تزايد أعداد الفاشي نيستا مع المهتمين لتلك الظاهرة التي لاقت صدى في الساحة قاعدين يؤدون دور حلو في المجتمع وأنا احترم أي عمل وأحترم أيضا هذه الأمور وأحترم أيضا كفاءاتهم وأنا قاعد أتابع أيضا من المتابعين الفاشي نيستا بس زادت عندنا بشكل زيادة يعني ما فيه لا ترخيص لا فيه آلية معينة اليوم الفاشي نيستا مثلا تروح مطعم معينة تسوي لهم دعاية تمسك جنطة معينة تمسك حزام معينة تحط مكياج معين ودهول كذا 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 لازم فيه عندي آلية عندي أنا قانون التجارة الإلكترونية المفروض على فكرة قاعد يصير فيه غش تجاري ما قدر أخاصمها المأكولات اللي قاعدة تنباع أيضا بالإنستجرام الناس وايد تسممت الناس ما عندها وعي تحسب أن هذا يعني غير مخالف للقانون وأنه فيه ترخيص يفترض اليوم أي أحد عنده إنستجرام ياخد ترخيص ظاهرة الفاشي نيستا التي تلاق انقصاما حادا بين مؤيد ومعارض تبقى تشكل ملاذا للباحثات عن الشهرة والوصول إلى قلوب المتابعين بشكل أسرع هذه البنت اللي بدأت تعمل عملية تسويقية لمنتج معين لمضاعة معينة لشيء معين فالناس يقولون هذه يعني ما قاعدة تسوي شيء غلط البعض الآخر يقولون هذه يعني البنت هي عاملة نفس السلعة لما وحدة تبدأ به العمل هذا وتحصل على نوع من الدعم أو دعم اللي خلينا نقول الاجتماعي من الأسرة أو أنه تحصل على الشهرة أو تحصل على نوع من الفراء بمعنى حصول على المادة هذا الشيء أيضا أنا أعتقد أنه يحرك دوافع والنوازع عند الأخريات يعني فيه نوع من الإبداع فيه نوع من التغيير فيه نوع من محاولة إثبات الذات هذا شيء جيد بس إذا فشلت في ذلك وما نجحت في ذلك فتفقد ثقتها بذاتها ولكن كيف ترى المتابعات ما تروج له الفشنستات على مواقع التواصل فيه ناس لأ عندهم لأهم شيء مصداقية على قواتهم عرفتي لازم أن أول شيء يجربون الشغلة بنفسهم صارت زينة يروحون حق هذا ويسون دعاية عرفتي أما فيه ناس لأ ههم شيء عنده الفلس ما بقى أحد بخصار ما شنيستة كلهم أنا ما أأيد فكرة الفشنستة ما يخالف إحنا نلبس وإحنا نكشة خطري بس سافة فشنستة أنا ما أأيد وعلى الرغم من تباين الآراء حيال عمل الفشنستة تبقى واقعا جذابا لكبرى الشركات والمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي ابتسم رمال أرأي